صباح الخير صباح الخير صباح الخير لكل مشاهدي نهاية اللايف شبكة الانتين في كل حتة في الدنيا حلقة نهاية الأسبوع الخميس من نهارك سعيد ونهاية الأسبوع ساخن جدا وأول إمبارح كانت كلمة المشير السيسي والحكم بتجريم حماس وإمبارح كان سحب السعودية والإمارات والبحرين لسفراءهم من قطر وما تلا ذلك من تفعالات وتدعيات ومنها تدني بورصة قطر جدا مؤشرها لكن الملفت للنظر نشاط رئيس مجلس الوزراء في أول يومين إمبارح كان في المحلة والنهاردة الصبح مصحي الوزراء كلهم من سبعة صبح عامل اجتماع وزاري ما حصلش سبعة صبح ده في تاريخ مصر كلها تحية لي مش مجاملة احنا لسه مستنين لكن المؤشرات مبشرة بالخير يا رب تبقى نهاية أسبوع سعيدة وإن شاء الله الإن شاء الله الإسبوع اللي جاي هيبقى فيه تطورات كتير خصوصا نحن مستنيين قانون انتخابات الرئاسة وترشح المشير السيسي واللي أكدته كلامه اللي أكده كلامه بشكل واضح وصريح آخر مرة لكن النقطة الوحيدة اللي أعتقد أننا لازم نأكد عليها وزي ما هو أكد عليها في كلامه لازم نشتغل وأعتقد ده مهم جدا وإلا مش هنعرف نقف على رجلينا محتاجين لنا تكاتف ونقف على رجلينا بسرعة جدا عشان فيه ناس كتير قوي ضدنا حقيقي بلدنا مش هتقوم إلا بينا وحقيقي بلدنا مش هتقف على رجليها مرة تانية إلا بولادها اللي هم كل المصريين فقراتنا متنوعة وكالعادة بتكون فقط الصحافة في بداية الحلقة وهتكون فقرتنا النهاردة مع الكاتب السحفي الأستاذ ناصر فياد مدير تحيير جديد الوفد ومتابعة لأهم الأخبار اليومية وعن حصاد المشهد السياسي في خلال الأسبوع والمتوقع الأسبوع اللي جاي وردود فعل الإخوان وكل تبعات الموقف هيكون مشرفنا أستاذ نبيل صديق مدير تحرير مجلة صباح الخير هيكون كمان عندنا فقرة هامة جدا وهي عن إعتصامات وإضربات ومشاكل الأطباء الحقيقة أن الأطباء زي محضراتكم أكيد متابعين كانوا عميين إضرب جزئي والحقيقة أن مطالب الأطباء مطالب مشروعة يعني هم كل اللي بيطلبوا عيشة كريمة حياة كريمة علشان يقدروا يوفروا الراحة والعلاج لكل المرضى بشكل لائق وبشكل متطور هيكون معانا النهاردة وشانتكلم معهم أكتر عن تفاصيل نقابة الأطباء ومشاكل الأطباء بطريقة أشمل هيكون معانا دكتور يحياء هزاء وهو مؤسس حركة الكادر حقنا وهيكون معانا دكتور علي محمد علي وهو المدير التنفيذي لحركة الكادر حقنا وبمناسبة أنه مصر من أهم الدول المستخدمة للإنترنت على مستوى العالم فإحنا عندنا مقدمي الخدمة تعدده وابتدأ يبقى فيه أنواع من الخدمات ويبقى فيه الساترات عندنا أنواع مختلفة عنده بتحصل مشاكل كتير ما بين المستخدمين وما بين الشركات في السرعات في التحميل في كل ده فبعض الشباب قرروا أنهم يعملوا حملة حملة ثورة على الإنترنت أنهم يطلبوا الشركات ويظهروا مشاكل للمستخدمين هيكون مشرفنا اتنين من الحملة النهاردة نتكلم معهم في الموضوع هيكون كمان عندنا فقرة تانية وهي فقرة خاصة جدا بالأبناء وبالأباء أيضا إزاي ممكن أن نوفر الاحتياجات النفسية للأبناء علشان يقدروا يستكملوا مشوارهم الدراسي زي ما حضرتكم عارفين أنه الدراسة هتستأنف مرة أخرى إن شاء الله يوم 8 مارس في معادها زي ما اتقال من الأول وكلام كتير جدا كان بيقال بخصوص تأجيل الفصل الدراسي الثاني للمرة الثانية ولكن هذا الكلام غير صحيح بالمرة وهتستأنف الدراسة مرة أخرى يوم 8 مارس نأهل الأبناء إزاي؟ نأهل الأباء إزاي؟ إزاي نستعد نفسيا لدخول الفصل الدراسي الثاني بعد الأجازة الطويلة دي أسئلة كتيرة جدا هنترحى على ضفنا الكريم دكتور إبراهيم حنوني ومحاضر دولي في علم التنمية البشري فقرات متنوعة جدا هتكون فقرات متنوعة جدا هتكون معنا النهاردة في حلقتنا انتظرونا بعد الفصل صباح الفل يا أكدع شعب في الدنيا